في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها من فضل الله عز وجل علينا أن جعل الحسنة بعشر أمثالها فصيام رمضان بعشر أشهر وصيام ستا من شوال يعادل شهرين فبالتالي من صام رمضان وصام ستا من شوال كان كأنه صام الدهر كله وهذا من فضل الله ومن كرم الله ومن جود الله على عباده وهذا من فضل اتباع السنة الذي يتبع السنة فيصوم ستا أيام من شوال يكتب له صيام سنة كاملة هذه واحدة أما عن حكم صيام ستا أيام من شوال فهي سنة مؤكدة سنة مؤكدة يعني أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصامها الصحابة الكرام وهذا ثابت عنهم رضوان الله عليهم أجمعين إبه هي سنة مؤكدة يحرص عليها المسلم لفضلها وشرفها أما عن فضلها كما قلنا فالحسنة وعشرة أمثالها فهذه واحدة الثانية قالوا أن صيام ستا أيام من شوال بعد رمضان كالسنة البعدية بعد الفريضة يعني قالوا أن رمضان هكذا موجود فبالتالي نفسه صلى الله عليه وسلم كان من هذه أن يكسر الصيام في شعبان فكأن صيام شعبان هذا أو أيام من شعبان مقدما رمضان كالسنة القبلية ثم نصوم رمضان الفرد ثم نصوم ستا أيام من شوال بعد انتهاء رمضان كالسنة البعدية هذا كلام جميل وكلام غالي وعالي هذه واحدة كذلك أيضا يعني متى نصوم طبعا يعني يستحب أن يبادر إنسان بعد الصيام وشرطا بعد العيد يبادر حتى لا يتكاسل حتى لا يتكاسل لكن لا يشترط فيها التتابع المهم أن يصوم أي ست أيام من شوال حتى لو جعلها 2 و5 و2 و5 وهكذا هذا يجزئه إن شاء الله رب العالمين طيب اللي عليها أو اللي عليه أيام من رمضان قضاء وعايز صوم ستة من شوال هل لازم يقضي الأول طبعا بعض العلماء يقول لا بد أن يقضي أولا لأن الفرد أقوى وغير ذلك لكن مع ذلك نأخذ برأي من قال أن قضاء رمضان على التراخي ربنا قال فعدة من أيام أخر لم يقل فصوم بعد رمضان مباشرة فإذا قضاء رمضان فيه سعة يعني فيه متسع إلى شعبان القادم إن استطاع المسلم أن يقضي ما عليه أولا ثم يصوم ستة من شوال فهذا أفضل وإبراءا للزمة إن لم يستطع فيبدأ بستة من شوال لأنها لها أيام محدودة وهي أيام شهر شوال وبينتهي أمرها ما فيش فيها قضاء لكن القضاء كما قلنا قضاء الفريضة على التراخي حتى شعبان القادم والسيدة عائش رضي الله عنها كانت تقول كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أصومها إلا في شعبان فبالتالي عايزين نيسر على الناس ولا نشدد عليهم تقبل الله منا ومنكم وكل عامل وأنتم بخير اشتركوا في القناة